استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم يكتبه بديوان الوزارة بمانية عيسى سعادة السيد سيلفستر تورنر عمدت مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية والوفدة المرافقة له بمناسبة زيارته إلى المملكة وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها أوجه التعاون في المجالات التربوية والتعليمية على صعيد التعليم والتعليم العالي حيث قدم سعادة الوزير عرضا عن تطور المسيرة التعليمية في مملكة البحرين وأبرز مشاريع الوزارة التطويرية ومنها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل ومشروع التمكين الرقمي في التعليم ومشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان والخدمات التي تقدمها الوزارة في المراحل التعليمية المختلفة كافة لا سيما دمج الطلب من ذو الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية والتي بلغ عددها 75 مدرسة إلى حد الآن مع توفير الخدمات الداعمة لهم في كافة المجالات إضافة إلى البرامج والخدمات التي يقدمها المركز التميز للتعليم الفني والمركز الإقليمي للتكنولوجيا المعلومات والاتصال الذين يعملان بالتعاون مع منظمة الونسكو والدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في مملكة البحرين والبرامج التي تقدمها مؤكدا بأن البحرين بقدر ما تشجع الاستثمار في التعليم العالي فإنها حريصة على نوعية البرامج التي تقدم للطلبة من حيث جودتها ومساهمة في إعداد مواطن بحريني يمتلك القدرة على التنافس عالميا ضمن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين والتي أنبتت على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة وعلى صعيد ذي صلاة استعرض الوزير ما حققه مشروع تطوير التعليم والتدريب منذ انطلاقته عام 2006 بما في ذلك إنشاء كلية البحرين للمعلمين وهيئة ضمان الجودة وكلية بولي تيكنيك البحرين وما حققته زارة التربية والتعليم من إنجازات كمية ونوعية على الصعيد العربي والعالمي ومنها ما حققه طلبة البحرين من نتائج مشريفة في اختبارات مردتي العلوم والرياضيات العالمية مؤخرا ومن جانبه عبر السيد سيلفستر تورنر عمدة مدينة هيوستن في تصريح خاص عن سعادته البالغة بما سمع وشاهد من مظاهر التطور في التعليم في مملكة البحرين ودعمها المستمر للتعليم ومجانبته في كافة المراحل الدراسية مشيدا بتجربة البحرين في الاهتمام بتعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والعناية بهم في مكافة المراحل التعليمية لقد كان لقاء مميزا مع سعادة وزير التربية والتعليم يعكس الروابط القوية بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ونحن ننشئ روابط قوية مع مملكة البحرين ومدينة هيوستن في ولاية تكساس وتوجد فرصة لتقديم برامج مميزة بين مدينة هيوستن والمملكة خاصة فيما يتعلق بكلياتنا والجامعات والمراكز الطبية على صعيد البحث العلمي والتكنولوجيا الطبية والتعاون على صعيد الجامعات بين الطرفين من خلال تبادل الطلبة والأساتذة واعتقد أنه توجد فرصة جيدة للجامعات والكليات في مدينة هيوستن للحضور للبحرين والتقديم مجموعة من البرامج أننا جميعا ندرك أننا نعيش في سوق عالمي متنوع ومفتوح ولذلك فعل التعليم أن يتجاوز حدودنا جغرافية وهناك الكثير الذي يمكننا تعلمه من بعضنا البعض خاصة وأن هناك الكثير من الانسجام بين مملكة البحرين ومدينة هيوستن الأمريكية هذه أول زيارة لي لمملكة البحرين وأطمح للمزيد من هذه الزيارات رغبة في تعزيز هذه العلاقة بين الطرفين وبهذه المناسبة أريد أن أبدي تعليقا حول الاهتمام الخاص الذي يحظى به الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في البحرين كما أنني مسرور جدا بتمتع التلاميذ في مملكة البحرين بالتعليم المجاني في مراحله المختلفة إضافة إلى ما يحظى به الطلبة في جامعة البحرين من فرصة القبول في الكليات برسوم رمزية لا تتجاوز 6% من التكلفة الحقيقية وتتولى الدولة دفع باقي التكاليف 94 بالبيئة فأنا فعلا منبهر جدا من التزام مملكة البحرين نحو التعليم خاصة في ظل الإدراك بأن التعليم مفتاح لفتح الأعلى ترجمة نانسي قنقر